أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة لن تقبل السكوت على أي تعديات على المجار المائية موجها الجهات المعنية في الدولة بإزالة هذه التعديات في غضون ستة أشهر وأدف الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاحي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر قال إن من ضمن الإجراءات التي سوف يتم اتخاذوها ضد أي مخالف يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية أو الترع أو المصارف هي وقف جميع أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة لا لا ستة شهور ولا الجسور دي متزبطة زي الكتاب ما بيقول أنت طلب الأمر نزول الجيش ينزل الجيش يا محمد ينزل يشير الكلام ده وتحط المعدات ألف معدة تلات تلاف معدة عشر تلاف معدة كل الجسور دي ترجع تاني زي ما كانت وكل التعديات دي تتعمل وكل بيانات الناس دي تبقى موجودة معانا تبقى موجودة معانا سواء كانت تعدى على أراضي الزراعية أو تعدى على الجسور وبالمناسبة بقى أنا بقول لكم أنا حيبقى من ضمن الإجرات اللي بعملها حتى استعادة أو إنهاء التعدي وقف كل الدعم اللي بتقدم الحكومة من خبز وتموين وأي حاجة تانية لأي حد يخالف أنا بقولها لكم لكل المصريين اللي حيتعدى ويعمل إجراء مش مزبوط على أراضي الزراعية أو على ترع ومصارف يقف الدعم اللي بيقدم له من جنب الحكومة لغاية ما التعدي ده ينتهي تماما زي ما احنا حطين 700 مليار جنيه عشان نخلي حياة كريمة للناس والدولة بتجري بمنطقة القوة عشان تسعد الناس كلها هيبقى مش مقبول أن يطلع حد من عندنا يتعدى ويتجاوز